السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حال شبه وعشتكم بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة حلقتنا اليوم هي حلقة سفاحة جدا وهي بداية لسلسلة رهيبة جدا هاي السلسلة هنجيب فيها أبطال عالم على مدى العصور كاملة من وليم شتاينتز لماكنوس كارسن هنجيب أجمل أدوار له للأبطال يعني أجمل دور في مسيرة شتاينتز أجمل دور في مسيرة كارسن كسباروف كاربوف كل أبطال عالم وإحنا بلشنا بشتاينتز لأنه هو أول بطال عالم مسجل في تاريخ الشطرانش طبعا يا إخوان أنا عملت سلسلة مشابهة اللي هي أجمل نقلة فكمان هاي السلسلة من السلاسة المفضلة بقناتي لو أنت بتحب نشوف مثلا أجمل نقلة وفيديوهات قصيرة وفيديوهات دي أديتين لكل بطال عالم راح أترك لك الرابط بالدسكريبشن طيب خلونا نفوت على المباراة اللي عنها لهذه الحلقة ويليام اشتاينتز بالأبيض وخصمه اسمه كورت فن باردلبين بلش ويليام اشتاينتز بنقلة الـ E4 أسامين هو الكلون الصعب أنك تلفظه باسمه ومهم الأسامي أهم شيء القيمات والنقلات وجمال الشطران جب هاي القيمات E4 من اشتاينتز E5 من اللاعب الأسود ناتع الـ F3 نات C6 ومعنى بيشوب على C4 اللي هو اسمه الافتتاح الإيطالي لو أنت بتحب أنك تتعلم مفتاح الإيطالي فرح اترك لك رابط بالدسكريبشن لفيديو أنا شارح في هذا الافتتاح فلو أنت مهتم بتلاقي الرابط بالوصف بيشوب على C5 هذا بيسمه الـ Geosopiano و C3 فكرة C3 عادة أنه أنا بدي حاول أنه أنا ألعب D4 وأسيطر على الوسط نعت على الـ F6 عساسة طالب جنة D4 وبعد الوضع والله مش تانتز لعب D4 والله معروف فكرتوا أنه أنا بضحي ببيرق بعد E-Tex-D4 C-Tex-D4 الآن هون الفكرة أنه الأسوار بيكمل بيشوب على الـ B4 وهذا الشيء اللي صار بالـ Game الآن هون الأبيض عنده كزا تغطية بيشوب D2 نات C3 نات BD2 لكن أفضل واحدة هي نات C3 الآن الفكرة بهذا الوضع أنه بعد نات C3 الأبيض بيكون مضحي بجندي لو الأسوار هون أكل نات C3 طبعا لحظونا هذا هون مربوط والأبيض بيبيت وبيعطيها للجندي ولو أنت هون فتت بهذا الـ Line فإذا أنت ممكن أنك تأكل فيه بشوب تكس C3 بقون تكس C3 نات C3 فبعد كوين بي 3 أو حترك E1 المشاكل العلمة الكثيرة فإن هون ممكن أنه لديك الشك من الـ E1 تضطر تيجي نات E7 وبعد كوين بي 3 بيشوب تكس F7 وبكوين تكس C3 تهديد التهديدات بتصير كثيرة والجندي هالة اللي أنت أخذته بيكون يعني خسارة بالفعل بيكون بلندر فبعد نات على C3 نات تكس E4 هون ما لعبت وكمل اللعب الأسود بنقلة D5 اي تكس D5 نات تكس على D5 وهون كمان مرة ما يعني مثلا إجاب شوب ديتو حما بيت هون اشتاينت قصير مع الضيء الجندي لو انت هون كمان مرة أكلت وفت بهذا الـ Line فروكي 1 والأشكال الصعبة صراحة اللي حتفوت فيها يعني كثير كثير صعبة اللعب الأسود يعني أنه يواجهها لأنه أفكار كوين بي 3 ثلاغ وطيت هون بيشوب E6 فبتوقع بعد كوين بي 3 أنا طالب كوين تكس بي 7 بيشوب تكس E6 كوين تكس E3 روك تكس E6 ربما بعد بيشوب على A3 ما رح تقدر تبيت فأنت عم تطمع بجندي لكن ملكك حيتم من نص الرقع وما حيكون ملك آمن بالفعل فخلونا نرجع عشان هيك بعد التبيت القصير مائك اللاعب الأسود يجاب يشوب على الـ E6 عشان يحمي اللحصان إلا على الـ D5 بيشوب على الـ G5 طالب الوزير وبهذا الوضع يجاب يشوب على الـ E7 اللاعب الأسود وأنا هون بديك تفكر هل أنت هون بتفوت باللينة التكسيري وبتأكل بيشوب تكس D5 ولا مثلاً أوكي بتيجي بيشوب D2 ترفض أنك تكسر ومثلاً هيك تلعب أشكال صلبة وأشكال هادية وقفل الفيديو وفكر يمكن بيشوب D2 تكون بلندر حالياً بس أنت تحكي لي بتكسر ولا ما بتكسر بعض النظر إليه ألا هون اشتاينتس بكر بحكمه وبطريقة جداً رهيبة شاف هاي سلسلة التكسيرات فهمنا فائدة وكسر هون بيشوب تكس D5 بيشوب تكس D5 ناتكس D5 كوين تكس D5 بيشوب تكس E7 كله كله تكسر كله 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 بس هون الأبيض مبيت ومخلص كل أموره فرح يستغل هذا الشي مع أنه صار في تكسيرات لكن هون بعد نقلة Rook C1 الأسود مضووض جداً أنت ما غادر تبيت لأنه الأحصان بيسقط أنا رح يصير عندي أفكار Rook C1 ضغط على C7 أفكار QE2 وطول من أنه أنت ما عرفت تبيت فملكك في خطر والقلعة هاي برا الجيم فصاح إحنا كسرنا وصاح أنه إحنا مبين أنه أوه حنفوت على شي متعادل وعادة إذا أنت كسرت يعني خصمك يفرتخي لأنه بصير في ضغط أقل لكن هاي أحد فنون التكسير أنه أنت تعرف تكون عارف أمتى تكسر وأمتى ما تكسر وأمتى تكسر وبيكون عندك أفضلية استراتيجية وأمتى لما تكسر هالشي بيكون ضرك فهيا بالنهاية بتكون مجرد حسابات وأنت بتكون حاسب أوكي أنا رح وصل هالوضع وبيكون عندي أفضل استراتيجية أو هنحكي ضغط على خصمي فالمهم بعد نقلة روك على E1 بهذا الوضع الحصان هون مربوط والأسود هون لعب F6. F6 طبعا فكرته أنه بديجي كينغ F7 ويحاول يجي روك على E8 ويبيت تبيت الصناعي عشان يأمن من يكو وينشلت القلعة وبهذا الوضع الأبيض كمل بنقلة Q على E2 التهديد هون أنه أنا يجي QTX على E7 كشمات وQ على D7 بهذا الوضع من اللاعب الأسود وبهذا الوضع اشتاينت ستطلع بفكرة رهيبة جدا ويجي روك A على C1 طبعا فكرة روك A C1 أنا بضغط على C7 في فكرة من وراها كتير رهيبة أنا بديجي روك C5 روك على D5 الوزير هي أكتر قطعة حامية للحصان هذا ولو أنا هون انجحت أن أجيب القلعة على D5 فأنت ما رح تكون غادر تاكلني لأنه أنا باكل QTX E7 ما رح تكون غادر تاكلني لأنه حصان مربوط وبعد روك على D5 أنا طالب الوزير والوزير ما بيتحرك أي مكان لأنه لو تحرك باكل QTX E7 فاروق على C1 فكرة رهيبة عشان هناك الأسود هون لعب C6 C6 عشان يمنع فكرة روك C5 وروق على D5 وكمل بهذا الوضع اشتاينتس بنقلة باحة جدا نقلة جدا رهيبة وافلي الفيديو وحكي لي ماذا أحسن تاكملة طبعا نشتاينتس بها هذا الوضع فكر وشاف أنه القطع الوحيدة إلا ما شغاله فيه اللحصان بعد نقلة F6 خاصمي بطل سامح لي أنه أنا أقفز باللحصان تابعي فإعشان هيك قال أنا بدأ جيب اللحصان على E6 أوه الماوس هاي بقى خد لك الماوس شو صار ون هاي خرب كل الـ action هذا كله أود ده جيب اللحصان على E6 بعد ذلك الماوس فلتت وفرجت النقلة كما بدو جيب الحصان على الـ E6 فلعب هذا الوضع بكل بساطة D5 فكرة الـ EGNAT على الـ D4 NIT على الـ E6 ويكون عندي تهديدات LASNAT F7 check NITX G7 مليان تهديدات على ملك الخصم و D5 تضحي جدا رهيبة هذا الوضع أنا ممكن أن أكل على الـ C6 وخربش لك الجنودك وانت ما غادر تأكل لا غادر تأكل بالوزير ولا بالـ NIT ما غادر تأكل بالجنودك وهذا الشيء اللي حدث بالـ GAME CX D5 NIT على الـ D4 من الشتاينتز عشان يجي NIT على الـ E6 KING على الـ F7 و NIT على الـ E6 بها هذا الوضع لا بيضم هدد أن يجي روك على الـ C7 طالب الوزير وأتح يكون في كتر مشاكل إنت لو خانيحكي اتفاديت أو طنشت هذا التالي شهد SX مثلا هدرك على الـ C7 طالب الوزير بدي أفترض أنك شهد QD6 هون في NIT G5 فالما تأكلني في روك تيكس هون والوزير والثلاث قلاع خالص راح يهضوا الكشمات فخلنو نرجع لورا عشان هيك روك C7 هون كان التهديد قوي وإجد اللاعب الأسود روك H على الـ C8 الـ Q على الـ G4 بهذا الوضع فكرة رهيب جدا بهذا الوضع أنا هون مهدد أنه أكل الـ QTX على الـ G7 فإجا G6 مانع هذا التهديد وبهذا ناسف وبهذا الوضع فكرة كتر هي بيطلع فيه أشتاينتز اللا هي ناجي 5 تشك جابر الملك أنه يرجع للخلف من أسف أوكي جابر الملك أنه يرجع للخلف لو أنت قمنا أكلت حصاني فأنا بأكل وزيرك فأجواري ترجع لـ E8 عشان تحمل وزير وبهذا الوضع طلع لكم أشتاينتز بفكرة رهيبة جدا فكرة عن جد يعني ما صار مثلا بالتاريخ فكرة كتير رهيبة واستغل قاعدة من قواعد الشطرنج اللا هلأ ما أطلعوا لها زماعة ما هي رهيبة وفي فيديو وحاولت لقي نقلة الجيم أجمل نقلة صارت في هذا الجيم ويمكن أجمل نقلة بمثيرة شتاينتز حتى النقلة هون هي روك تيكس على الـ E7 تشك فكرة هاي النقلة أنه أنا بفتح الوضع أكتر وصار عندي تهليلات كثيرة هذا الوضع أنت يا بتأكل بالوزير يا بتأكل بالملك أو ما بتأكل بالمرة وحنيجي لقصة ما بتأكل بالمرة لو أنت هون أكلت بالوزير فبعد روك تيكس على الـ C8 الملك ما بيتحرك أجبار يتأكلني الملك ما بيتحرك أجبار يتغطي QD8 بعد هاي التكسيرات عندي حصانة زيادة وبكسب القيام الـ QT7 هون غلطة لو جيت أنت بهذا الوضع على الـ RokTex على الـ E7 فبتوقع أنه هون في QB4 تشك والمشكلة هون إنه كمان مرة كتر تهديلات لو أنت هون جيت مثلاً كينغ هون فبك الشك وبعد ناتي 7 هاي تكون مات طبعاً هاي التهديلات يعني سهلة أو خلانك هاي التكتيكات سهلة إنه واحد نفس الشتاين حتى اسمه صعب شتاينت سيشوفها ولو أنت هون جيت هون فبتوقع في هاي الكشة لو جيت لهون فبتصور بعد تشك أو ناتي 6 أو ناتي 6 يعني في مليان تهديلات بصراحة ومليان حركات يمكن أنه فوتت شغلة بس ثمانك ما نؤمن صراحة خلاني شوف لو في QD6 فبيحكي لي QD7 أوكي وهون في كشمات بنقلتين ما شفتها و Q1 رو Q1 تيجي هون هاي مات ثبب فخلونا نرجع لورا فعشان هيك QD7 QD7 ما تزبط و QD7 ما تزبط إجباري إنك تيجي QD7 على F8 طبعا بهذا الوضع لا بيض ما بيغضر يأكل وزير لأنه RUQC1 كشمات فبعد QD7 على F8 بهذا الوضع نقلة رهيبة جدا كمان مرة فقفل الفيديو وحاول إنك تلعيها النقلة هون هي RUQ على F7 شك طبعا فكرة هاي النقلة إنه أنت ما بغضرت تكوني كمان مرة لأنه في RUQTX وبعد هاي تكسيرات كلها أنا عندي حصان زيادة فهل أنت بتضر بهذا الوضع إنك تيجي KXF7 لا لأنه في حصان هل بتضر تيجي KD8 غلط لأنه هنا في كشمات فعشان هيك النقلة الوحيدة هون هي KG G8 وعلى KG على G8 كمان مرة نقلة على متع تجيب النقلة هون هي ROK على G7 فكرة هون إنه كمان مرة ما بتضر زي كوني لأنه في RUQTX C8 وبالآخر بيكون عندي حصان زيادة ولو هون انت أكلتني بالملك فهون بيفرق لأنه هون أنا باكل الوزير مع اتشك وبعد يك راح اكل القلعة وراح يكسب القيم فبهذا الوضع إجباري إنك تيجي K-H8 نفس ما صار بالجيم لو جيت انت هون K-H8 فباكل على H7 والمشكلة هون يبت تأكل القلعة تيجي كينغ هلا لو جيت كينغ فهيك شمعت لو انت هون جيت K-TX G7 فباكل بعد هيك راح اكل القلعة هاي وعشان هيك إجباري إنك تيجي K-H8 وبهذا الوضع مستحيل تتخيله شو صار روك تيكس 7 شك آخ ما طبيعي مشكلة هون بعد روك تيكس 7 كمان مر مر ممتظر تاكل لأن في روك تيكس C-H إجباري تيجي روك على G-H وبهذا الوضع هو بعد روك تيكس 7 شك استسلم ومحلى ما يستسلم لأنه إجباري يستسلم حتى ما استسلم بيحكي لك ترك الرقعة عشان شو ما مثلا يستسلم والناس يسفؤوا راح راح أي مكان هيك خجلا من أن الناس يسفؤوا ويعني لأنه فعلا يعني نقلات رهيبة روك تيكس 7 روك F7 روك G7 روك 7 روك لأنه ليش سلم لأنه لأنه روك C8 يعني هون وبعد كل هاي الحركات ممكن أكل زيرك فبهذا الوضع أنت بعد ما تيجي كينغ على G8 وهذا الوضع فيك مليان تالي لأن لكن بتوقع روك على G7 هي كافية للمكسب لأنه هون لو أنت جيت كينغ F8 فهنا هات F7 كما مرة بتكسب لو أنت جيت هون كينغ على ممكن أن أنا يجي Q8 بتوقع Q4 بتوقع نقلة بتكسب خليني اتأكد بس ثواني نقلة بتكسب ولا ما بتكسب خليني بس أشغل الانجل لأنه بصراحة مليان تكتيكات الوضع لو يجي Q8 ف Q4 فيك مات بثمان نقل عات بصراحة معزور اني ما شفت طيب Q8 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 W8 WHAT CD Q8 Q7 WD può Q9 UD Q9 Q9 Riq 7 Rrk 7 Q7 O Q8 أجمل نقلي أو أجمل جيم بمسيرة إشتاينتز ما أسف سموها ذا إشتاينتز إمورشتل يعني المباراة الخالدي بمسيرة إشتاينتز كنا رأيكم بهاي السلسلة وبهاي الحلقة وبصراحة إشتاينتز له كتير مباراة جميلة جداً مستهل أنه نجيب على القناة وإن شاء الله حنشيب له أدوار ثانية مستقبلية لو عجب تكون هذه السلسلة فياريت وصلاح الحلقة لها 500 لايك وإن شاء الله بنستمر فيها شكرا لكم على المشاهدة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك هالأيام كتير عم خربط بالحكي يا الله كتير كتير عم خربط الحروف عندي مخارج غلط وعم تطلع كتير خطأ فسلكوا لي شكراً لكم جميعاً إلى اللقاء وسلامات